معايير معينة يعني ده حضرتك بتتكلم على طبعا الموهبة التالي. اكيد. وزي ما حضرتك بتقول مهم جدا ان العين. العين تبص. اه طب. الكشاف اللي حضرتك بتكلمه او بيكلمك كلك والله يا كابتن امين عندنا اتنين تلاتة كويسين مسلا في في اسواق. تعال بص عليهم. وانت رايح بيكون في تخيولك معايير معينة عايز تشوفها في اللعبة دي. طبعا. انا يمكن يمكن اغلبنا اشتغل في القطاع. طبعا. ويمكن بتروح حاطة معايير ومسطرة مقيس محطوطة. اه سرعته مهرته. اه تمرير والاستلام بتاعه. التحرك من غير كورة. كل ده. الكشاف ممكن معرفش يشوف. صحيح. فاحنا بن بنشوفه وبنأكد على الحاجات دي. لو تلع المعايير دي مظبوطة بالنسبة لنا. بنقول ده ممكن يبقى موجود. لكن زي ما قلت الحضرت. ان في النهاية هما اللي هيختاروه مش احنا. احنا دولنا احنا نجيب له. نكتشف. 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 الكويس. ونوصله للنادي. هما بقى هرجع لهم الرأي في الاول في الاخر. حسب كمان اللعبة اللي موجودة عندهم. النهاردة معايير الموهبة اختلفت. يعني الموهوب معروف. طبعا. معروف اختيار الموهوب. لكن النهاردة ممكن يقول لك الموهوب ايه. اه في الياقصة البدنية. اه في اه في مستوى البدني. فالهل ده برضو انتو بتعتمدوا عليه النهاردة. هل فعلا فكرة الموهبة دي. اه طريقتها اختلفت. انت النهاردة بتشوف مثلا منتخب ايسلاندا المانيا. فيه انضباط تكتيكي. كل واحد عارف دوره ايه. بقى هو ده المهم. ولا لأ. برضو الموهبة بتفرق اكيد. لا ما انا اقول لحد. احنا لما بنجي نختار الاول. اه. احنا بنختار على مقاييس معانا. مثلا السرعة. اه. دي مهمة جدا دولتي في اي لعيب كورة. السرعة فيها حاجات كتير. سرعة تحرك بكورة. من غير كورة عنده سرعات قد ايه. الحتة البدنية. اه. والكابتن هاني طبعا عارف الحاجات دي. الحتة البدنية دي تخصص المدربين بقى. يعني لو واحد ضعيف. انا اللي بقوي. القوة تيجي. التحمل ييجي. فيه حاجات تيجي. لكن فيه حاجات انا مقدرش انا بنمهله لكن مقدرش يعني يخلقها فيه. السرعة ما حدش يقدر يعملها. انا هو اساسا سريع. لكن القوة انا اقدر اديله قوة. اقدر ارفع له كفاءة البدنية بتاعته. اقدر اخلي الجلد والتحمل عنده عالي. دي شغل مدرب. زي دي الشغل التكتيكي. يعني مثلا هو مع احترامي لكل الناس اللي بتشغل في المجال. ممكن تمرينه في بلده او في قريته او او مش هيبقى زي الندلال. فهنا بتختلف. لكن احنا في النهاية بنختار الموهبة الكويسة. بنختار الحاجات البدنية اللي احنا شايفنا مثلا زي السرعة بنوصله لدي. بعد كده احنا مهمية انا هنا وقفت. هو بقى كمدرب او قطعنا شيء او الجهاز هو اللي بينمي في الحاجات اللي هي ايه الزيادة. لكن مهم جدا نبقى موهوب.